المتحدة بشأن القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي للمنظمات والمتوقع أن يصدر بشأن بعض المنظمات المدرجة فيها قرارا اليوم أعرم المتشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية عن رفض مصر لأي بيانات أو تصريحات من شأنها أن تتدخل في عمل القضاء المصري لا سيما في حالة إطلاقها قبل ساعات عملوا كلام دنبارح بالليل وعشان محكمة النهاردة فبيقولوا كلام دنبارح عشان يضغط على القضاء قبل ساعات من تاريخ المحدد لانعقاد الجلسة الخاصة بالنظر في القضية واعتبر المتحدث باسم الخارجية الزار مثل تلك البيانات محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه وهو ما لا يتتسق مع صلاحيات ومسؤوليات الجهة الصادرة عنها وإدعائها المستمر باحترام دولة القانون والاستقلال القضاء وحاول تعقيب بوزارة خارجية على مضمون بيان المتحدث باسم بان كيمون أشار سفير أبو زيد إلى أن البيان في مجمله لا يضيف جديدا يستحق التعليق حيث أنه يؤكد على عناصر تلتزي بها الحكومة المصرية بالفعل وتتسق مع أحكام الدستور المصري إلا أنهم غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بأن المتهمين ربما لا يمنحوا حقهم في الاستفادة من إجراءات ومعير تقاضي العدل يعني هو بيتهمك قبل المحكام ما تبدو قبل ما يحصل أي حاجة هو كده كده متهمك ليه؟ شكرا بقول لكم هو أنت النهاردة بهيدين حسن الثلاثة الجداد مؤسس مركز القاهرة المعلومات حقوق الإنسان صلاح حسن أحد العاملين بالمركز إلى جانب أمال بهية حسن ومصطفى الحسن مدير مركز شام مبارك وعبد الحميد طايل مدير المركز المصر الحق في التعليم وقالوا طبعا أنت عارفين هم بيعملوا مركز كده حاجات وهمية بس المهم عنوان عشان أقدر أخذ تمويل الكلام اللي عندنا أنه المجموعة دي المجموعة دي بس مع بعض جالهم تمويل سبعين مليون جنيه سبعين لسبعة ولا أربعة ولا مليون ولا اثنين سبعين مليون جنيه للمجموعة اللي أنا بقول لحالكم عليهم الجداد والأدام دول مش كل المتهمين في القضية العضية فيها عدد كبير جدا ولكن بقول لحالكم المجموعة دي بس التمويل اللي جالهم سبعين مليون سبعين مليون طبعا كان مشار هشام عبد مجيد قاضي التحقيق وطلع أمر بيه التعافظ على الأموال والمنع من السفر وغيره الإجراءات القانونية اللي اتخذت معه هذه المنظمات اللي بتخضع لتحقيقاته وفيه حظ النشر في هذه القضية زي ما حالكم عارفينه عشان كده يعني ما بنتكلمش في تفاصيلها أبدا ولكن يبدو هذه القضية اللي هنشوفه الفترة الجاية لما ان شاء الله القضاة التحقيق يخلصوا هنسمع ونشوف حاجات كتيرة جدا الموضوع الناس بياخدوه في سكة ايه ان انت بتمنع تمويل عن منظمات لا محدش منع تمويل مصر عشان حدا كتبه عارفين فيها ستة واربعين ألف جمعية لهم ألف ولا اتنين ولا عشرين عندنا ستة واربعين ألف جمعية حقوقية ومجتمع مدني محدش جاء جنبهم على فكرة خالص ولا حد قرب لهم ستة واربعين ألف بكلمكم على رقم رهيب جدا تقريبا ما فيش حد كدوه عمدنا في العالم زي مصر عندها هذا الرقم من الجمعيات ولكن الجمعيات الجمعيات المخالفة نتكلم في العشرين خمسة وعشرين تقريبا سبعة وعشرين تلاتين طب ايه تلاتين منظمة من ستة واربعين ألف منظمة يمثل قدية العدد ده واش معنى لتلاتين دول ولا لتنين وعشرين دول اش معنى لان دول اللي خدوا بياخدوا تمويل بطريق غير شرعي وبياخدوا تمويل لهدف سياسي مش لهدف حقوقي يا ريت هدف حقوقي طب الستة واربعين ألف دول بيشتغلوا حقوقيين بينزل يروح يقابل الناس وبيتكلم معاهم وبيصرف على مدارس وبيصرف على سيدات سيدة معيلة وبيصرف على مش عارف ايه وبيعمل تنمية يعني رايح للمجال اللي هو جاي له من أجل الفلوس يعني انت مش ضد التمويل كتمويل لا خالص حدش ضد التمويل ولكن التمويل يجي زي أي دولة محترمة عندها قانون يجي بوجب هذا القانون وعرف المصدر جاي منين والانفاق منين وبتدفع ضربك ولا لأ وبتدفع اللي عليك ولا لأ والكهرباء والحاجات دي والكلام ده ما ينفعش يجي لك هذا التمويل ما عرفش عنه حاجة والأمر الآخر هذا التمويل ينفق في أمور ما لهاش علاقة بيه عمل هذه الجمعية أو هذه منظمة فهذه منظمات تحت خالفة هذا القانون بس ده اللي الموضوع كله هم طبعا عايزين يجي لهم تمويل والحكومة ما لهاش علاقة قعد مع الفلان وعلانه والسفارة ديه توداي العامي وعمل وطلع تقارير كاذبة بتضلل العالم كله والرأي العام كله ضد البلد والسيدات ايش معنى دول ما نبقوله يعني العلامة للسفارة لماذا هؤلاء ومش باقي 46 ألف يعني شوفوا الرقم لما حاجة تشوف نتكلم على عدد محدود للغاية هو اللي عامل الأزمة دي واللي بيصدر لك الأزمة دي وليه العالم كله ينتفض عشان دول وبينتفضش عشان الناس الكويسة يعني ميطلعش النهاردة جون كيري جاي يفتح هذا الملف مع الرئيس يتكلم على الحقوقيات والحقوقيين والمحتجزين والمحتجزات واللي بتحقق معهم متحققش معهم والأمريكان يتكلموا والإنجليزي يتكلموا والفرنسي يتكلموا والألماني يتكلموا وبينك يموني كله يتكلم عشان 22 ونحن نحن 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 ن